الحديث عن علماء المصريين في كل المحافل الدولية مستمر الحقيقة وده حديث هام جداً كل فخر لكل مصري بيعيش على أرض البلدي للحقيقة تستحق مننا الكتير أتكلم حضراتكم دلوقتي عن فوز بنت سيناء الدكتورة أسماء الليثي بجائزة الأمم النامية في مؤتمر الجامعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمي في بارشلونة ده موضوع مهم جداً الحقيقة موضوع البحث اللي هي أخدت عنه الجائزة وهو تغيير خطط العلاج في المستقبل لاستخدام طرق غير العلاج الكيموي لعلاج الأورام الخاصة بالجهاز الهضمي والحقيقة ده بيمس كل العالم لأنه ده شيء بقى يعني شائع الأورام الجهاز الهضمي والعلاج الكيموي وتأثيراته القاسية جداً على المرضى من هذا النوع أكيد حضراتكم لمستوها وأكيد كان عندكم حد مصاب بهذا النوع من الأورام عايزين نعرف بنتنا الباحثة المصرية دكتورة أسماء ليثي الطبيبة ومستشفى جامعة قناة السويس قدرت أنها تغير إيه في خطط العلاج من خلال هذا البحث مساء الخير على حضرتك يا دكتور ومتشرفين بوجود حضرتك معنا وألف مبروك للجائزة مساء النور يا فندم الله يبارك في حضرتك عايزة أعرف من حضرتك تفاصيل البحث وموضوع علاج الأورام وخصوصاً أورام الجهاز الهضمي وده نوع منتشر من الأورام بغير العلاج الكيموي إيه اللي بتقدميه في البحث يضاهي العلاج الكيموي ممكن أنه يشفي الناس من أورام الجهاز الهضمي هو حقيقة الأورام الجهاز الهضمي أنواع كتيرة جداً هي مش نوع واحد بس والبحث ما كانش بينفي ضرورة استخدام الكيموي ولكن كان عبارة عن تقييم لدور العلاج الكيموي في نوع معين من الأورام اللي بتتيجي في الجهاز الهضمي خصوصاً العلاج الكيموي دلوقتي لا غنى عنه في أورام كتير في علاج أورام كتير بتطلع في الجسم من ضمن الخطط أو العلاج أو الركائز الأساسية في علاج الأورام بتبقى مثلاً استقصال الجراحي لو كان ينفع سواء علاج هلموني أو علاج إشعاعي أو علاج كيموي أو في جديد العلاج المناعي في خطط كتيرة أو خطوط علاجية كتيرة للأورام دي خطوط متوازية يا دكتور ولا خطوط بديلة للعلاج الكيموي هي الخطوط دي كلها بيتم استخدامها بس بناء على نوع الورام اللي موجود نوع ومكانه وحجمه نحن اللي بنحدد الاستخدام أنه نوع لكن نوع الورام هو اللي بيحدد مدى الاستجابة بتاعته يعني في أنواع بتستجيب لخطاط علاج معينة فبالتالي البحث دي كان بيقيم دور العلاج الكيموي في نوع معين من الأورام اسمه Neuro Endocrine Tumors وده بيطلع في الجهاز الهضمي بيتكون تحت المايكروسكوب من خلايا غضة صماء دي تتفعل مع الجهاز العصبي فبتنتج هلمونات بكميات كبيرة وده شئر الطبيعي ففي الحالة دي كان فيه جدل في الفترة اللي فاتت بس هل علاج الكيموي هو أفضل علاج لها ولا ممكن يتم علاجها جراحيا فقط ولا ممكن نستخدم علاج هرموني بديل وهكذا فكان موضوع البحث بيدور عن تقييم دور العلاج الكيموي في النوع ده من الأورام ووصلت لأي يا دكتور بعد هذا البحث نتائج هذا البحث نتائج البحث ده كان يعني بعد إحنا أبسلنا السامبل بتاعتنا لثلاث مجموعات مجموعة كانت خضعت له علاج جراحي ومجموعة خضعت له الاستقصال الجراحي مع إنها خدت كيموي بعد الاستقصال الجراحي ومجموعة خدت العلاج الكيموي بدون الاستقصال الجراحي وتمت المقارنة مع تحليل يعني تحليل إحصائي اسم البقاء على قيد الحياة ده بيشوف بيشوف وضع المرضى لمدة خمس سنين بعد تلقي خطة العلاج فبس بعد التحليل كان فيه نتيجة أي مجموعة كانت استجابتها للشفاء أكتر يا دكتور؟ نعم أي مجموعة كانت استجابتها للشفاء أكتر؟ المجموعة اللي خضعت للاستقصال الجراحي فقط كانت مقربة للي خضعت للاستقصال الجراحي مع العلاج الكيموي فالتنين إذا كان النتائج قريبة من بعض فممكن العلاج الجراحي يكون أفضل من أن نزود العلاج الكيموي معه ده في مرحلة معينة من الـ Neuro Endocrine Tumor وكل الخضعين من نفس الجنسية كل الخضعين لهذه الطرق العلاجية المختلفة؟ ولا كان البحث على أكتر من الجنسية؟ أنا بأس لحضرتك السؤال ده عشان إحنا في العامة يعني عايزة أوضح بس لحضرتك ليه بأس أليك السؤال ده دايما يقال مثلا أنه كبد المصريين بيستجيب لطريقة علاجية وكبد الأوروبيين مثلا يستجيب لطريقة علاجية هل ده أساس علمي؟ ولا ده كلام إحنا اللي بنبقى متخيلين أنه ده كلام علمي؟ هو التأسيمة مش بتبقى بالدول على قد ما هي يعني بالريس في اللي هي الشعوب نفسها في نظريات بتقول مثلا أن الشعوب أو الريس سواء البلاك أو الويت بيبقى مثلا نسبة الاستجابة في ريس معين بتبقى أكتر من التاني مثلا أو ممكن يأثر أو نسبة انتشار مثلا نورد معين بتبقى أكتر في ريس معين يعني هي دي نظرية ولكن مش بالدول التأسيمة قيمة الجائزة بالنسبة لك يا راكتر وخطتك اللي بعد كده قيمة الجائزة كتحافز كبير بالنسبة لي حقيقة يعني أنا كنت مفتحة فجأة وديتني دافع كبير جدا فوق ما تتخيلي كنت فعيدة جدا أن أنا الوحيدة من مصر الوطن العربي اللي فازت بالجائزة دي ما بينهم تخصصين كبار جدا يعني أنا كنت أزغر بحيثة قريبا مشاركة في المؤتمر ما بين باحثين كبار ومتخصصين في مجال الأنطولوجي وكانوا مشاركين بأبحاث قيمة جدا فالحمد الله أنا كنت سعيدة وفخورة جدا أن أنا مسلت مصر هناك وفصت بالجائزة دي ردود الأفعال في الجامعة استقبلوا ازاي ده؟ حقيقة أنا حاليا كنت سابقا طبيبة امتياز في مستشفى جامعة قناة السويس حاليا كنت سابقا طبيبة تكليف في الحقيقة العامة للعرض ده يعني لسه متخرجة يعني امتياز وتكليف ده يدوب يعني آه يعني أنا لست قريب كنت في مستشفى جامعة قناة السويس امتياز هو أنا من قبل مرجع يعني مجرد ما نشرت بس على فيسبوك أن أنا فرصت وكده يعني لقيت كل الناس بتبريك لي وفرحانة ليا ومن أهلي وأصحابي وأهل شمال سينا حتى للسيد اللواء محافظ شمال سينا كرامني وأنا فعلا تعيدة برضه بفرحة الناس اللي حوالي وفرحة كل الناس اللي بتبريك لي تستحق يا دكتور كل الفرحة والفخر أنا بشكرك شكرا جزيلا ومبروك وبتمنى لك مستقبل كل نجاح وتقدم بإذن الله دكتور أسماء الليسي طبيب وبيه مستشفى جامعة قناة السويس شكرا جزيلا ويعني دايما نشوفكم دايما طول الوقت كل علماء مصر مشرفين في كل المحافل الدولية